بعد ثلاثين عاما من إغلاق حدودي بين العراقي والسعودية يعود شريان التواصل التجاري والاقتصادي عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين ليحيي فرص التعاون المشترك الذي يمهد الطريق أمام آمال العراقيين بإنعاش الواقع الاقتصادي على وجه التحديد معبر عرعر يجسد رؤى عملت عليها حكومة البلدين لتحقيق فوائد مشتركة في الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية يبدو هذا واضحا خلال مراسم الافتتاح الرسمي التي دشنت بحضور قيادات رفيعة مستوى من الجانبين افتتاح المعبر بصورة رسمية يأتي نتاج تفاهمات عقدت بين بغداد والرياض على طاولة الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي وهو ما يؤسس لرؤية حكومية تذلل الصعاب أمام الاستثمار في البلاد في دلالة واضحة لعدم الرضوخ أمام محاولات عرقلة مستمرة أسهمت إلى جانب التوتر الأمني لسنين طويلة على أن تؤخر افتتاح معبر يرفع الأمل للشارع العراقي بعودة البلاد إلى الحضن العربي وتحسين التعاون التجاري الذي يمنح العراق فرصة بتصدير منتجاته كما يزيد فرصة السوق السعودي على الساحة العراقية ومع نهاية العام الحالي يطمح الشارع العراقي أن يكون افتتاح عرعر بادئة لإنجازات مقبلة تساهم في حل مشكلات اقتصادية ومالية تعالج ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع العراقي تساهم في المجتمع العراقية